حياكم الله مشاهدنا الأكرم في الفقرة الطبية وتعتبر تركيبة العين ووظيفتها من الأشياء المركبة والصحرة في نفس الوقت العين هي التي تحدد قدر الضوء الذي يدخل إليها وهي التي تركز على رؤية الأشياء القريبة والبعيدة وتكون صورا بشكل متكرر وترسلها إلى المخ في الحال إذا حدث خلل في التفصيل من هذه العملية فإن ذلك يؤدي إلى انعدام الرؤية اليوم سنتحدث عن العصب البصري وعن أهميته وتركيبته وهل التهابه يؤدي إلى العمى أو مشاكلة في الرؤية لذلك يسعدنا أن نرحب معنا في الاستوديو بالدكتور خلفهوشان استشاري طب وجراحة العين مرحبا دكتور أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا فيك دكتور نحتاج بداية لأن نعرف ما هو العصب البصري والله نشوفه هو العصب البصري عبارة عن وصلة كهربائية ما بين العين والدماغ وهو زي ما نشوفه هنا بالمجسم يعني إذا هذه العين زي ما أنت شايفيتها بالمؤخرة بيطلع هذه زي الحبل البصري اللي بيقول له أو الوصل كهربائية تمتد من هون وبتدخل بالجمجمة للدماغ ونشوفها الآن صورة كيف بتوصل العين مع الدماغ لأنه في الحقيقة العين هي تستقبل شبكية العين تستقبل والشبكية بتصب في العصب البصري بتوصل المعلومات للدماغ نعم أعرف ده كيف؟ الدماغ هو في الآخر اللي بيقرأ كل هذه المعلومات مية بالمية يعني فقط مرسل الدماغ هو مش بس الصحيح بيقرأ هو المحور الرئيس في جسم الإنسان يعني إذا بتسمع انت عن طريق الدماغ إذا بتشوف عن طريق الدماغ إذا بتتحرك عن طريق الدماغ سبحانه هذه الصورة دكتور إحنا كنا متكلم أيضا شوفي هذه الصورة اللي لدينا هاي العين هاي اللي بالأعلى اللي احنا شايفينها وكيف بيطلع العصب منها وبخش بداية الدماغ وبظل ماشي بوصلات عصبية أخرى لمؤخرة الدماغ يعني بآخر الدماغ هناك المراكز اللي شايفينها النقاط هذه هن المركز الرؤية اللي ميشوف فيهن نعم هذي العينين هذي هذول العينين كيف موصلات للدماغ ولهيك زمان إذا كنت تسمعوا أنه مثلا واحد انضرب بعصايا على مؤخرة رأسه ممكن يصاب بالعمى لأنه هو بضرب الصحيح يعني بكيف بضرب المناطق اللي فيها مركز الرؤية نعم طيب دكتورو نحن نتكلم اليوم عن الالتهاب العصب البصري بيقال عادة أنه من أكثر الالتهابات أوجاعا هذا في البداية حاب يعرف منك صح ولا لا ونعرف أيضا ما هو الالتهاب العصب البصري هو حتما العصب البصري زيه زي أي عظو في جسم الإنسان أو زي جزء من العين يصاب بالالتهاب مثلا العين قرنية تصاب بالالتهاب الملتحمة تصاب بالخزحية الجسم الزجاج وهكذا ومعهم طبعا يصاب العصب البصري بالالتهاب العصب البصري يصاب بالالتهاب يصاب بتلف العصب البصري يصاب بجوطات بالعصب البصري وتشوهات خلقية بس احنا اللي يعنينا طبعا الالتهاب الالتهاب زيه زيه ايه؟ التهاب في جسم الإنسان يعني شو بعنا الالتهاب؟ احمرار تورم ألم وهكذا طبعا هو صحيح ألمه مزعج كثير هذه الصورة بتورجينا العصب البصري بالطبيعة الطبيعية يعني هو بكون دائري محدد الدوائر زي الكرة وهذا شكله طبيعي مشان نفرقه الآن تيجينا صورة كيف بكون شكل العصب البصري أثناء الالتهاب طبعا زي ما حكيت أنت هو ألمه مزعج مزعج بس مش هو الأكثر الصحيح احنا ارتفاع ضغط العين بمزعج جدا التهاب داخلية العين كله مزعج الصحيح بس إله إلتهاب إلو أعراض مميزة الصحيح نعم فدكتور قبل ما تحكينا على الأعراض يعني هو العصب البصري يعني خلف العين فإيش اللي يوصله التهاب يعني إيش اللي يوصله مثلا العدوى أو هو شوفي العصب البصري بدايته في العين إنسان لما بمرض مثلا برشح أو التهاب فيروسي بجسم الإنسان هو ممكن أي جزء في الإنسان يصل للتهاب لأن التهاب يمشي بالدم التهاب أحيانا يمشي بالعين بطريقة أعرفت كيف عن طريق الأنسجة المحيطة بالعين يعني يسأل التهاب هو بيصل بالبداية بداية العصب اللي هو بداية العصب تبدأ في زي ما تقولي احنا هنا مش فاتينها بس هو بدايته تنتهي بالعين بس بيالتهاب بدايته من هون وبينتقل للجزء الخلفي وهكذا يعني هو التهاب وممكن يكون بدايته بس ممكن يكون بوصل لخلف العين حتى لما نفحص المريض أحيانا ما منشوف الصحيح التهاب العصب إلا إذا صورنا دماغ مشان نشوف أحنا إنه الالتهاب خلف العين صار وبطريقه إلى الدماغ وهكذا يعني ممكن يكون التهاب أمامي وممكن تكون خلف العين وهكذا طيب احنا حابين يعني الموضوع شوي مشوق صح مؤلم وبيوجعه ولكن عموما حابين نعرف منك بعدين كبه يتم التشخيص لداخل الدماغ يعني بصور الرنين مغناطيسي متران ولا إيش التشخيص اللي بتقومه به هو أحيانا مش كتير دائما بحاجة للتصوير هنا أحيانا إحنا لما نوسع البوب والعين وندفحص المريض ببين هايو العصب فعين الملتهب هسا تجينا صورة كيف شكله ملتهب وكيف شكله مش ملتهب هسا تجينا صورة ببين شكله متورم أحمر مع الأعراض الأخرى اللي هي مثلا اللي احنا يجيها بعد شوية مثلا احنا نشوفه اه شوف هذه العين اللي على اليمين من الجاه هذه هذا الطبيعي الثاني شوف كيف هو أحمر حدوده صارت شوية متورمة وكيف هون بيشوف وكيف هون المريض بيشوف على الجهة اللي متورم تشوف الصورة كيف مش واضحة وهون واضحة يعني بتكيف يعني هاي صورة العصب الملتهب وهي صورة العصب اللي مش ملتهب نعم يعني ممكن هل تكون أحد الأعراض انه يكون فيه غشاش أو في الصورة مية بالمية شو كمان الأعراض اللي ممكن تتصير مع فيه الأعراض أول شي زي ما حكيت انتي غشاش بالصورة انه ببلش يضعف نظره طبعا هو الالتهاب بصيب الأعمار ما بين 15 و 45 بشكل عام 35 احنا لما بيجينا واحد مثلا ضعفان نظره بالستين عمره السبعين منروح باتجاه قبل ما نفحصه انه عنده مي بيضى مي سودى سكري بس لما بيجينا واحد عمره 15 و 20 ضعف نظر احنا ما هذول ما عندهم ايه ما عندهم شي احنا رأسا ما لعراض الثاني اللي هي هنحكيها بعد شوية ما لعراض الثاني باتجاه انه هذا ممكن يكون التهاب عصب بصري نعم العراض زي ما حكيت الصحيح هي دائما غالبا بتكون مرفقة بصداع والصداع هون مميز أول شي الصداع مقدمة الرأس بعدين الصداع بيكون حول العين يعني المريض بيقول لك أنا حاول عيني مرات لما تحط ايدك على عين المريض بيشكي من ألم يعني حاول العين بالمنطقة الأمامية بالرأس يعني ما حيقول لك انه بالخلف بالخلف رأسا احنا ما نقول هذا ألم ناتج عن مفاصل رقبة بعدين حركة العين في ألم هذه مهمة جدا الصحيحة وميزة مثلا بتطلع هيك وجعت عينه بتطلع هيك وهكذا بقى هذي الألم مع الحركة شوف الألم مع الحركة طبيعة السوداء هذه اللي حكي نعم مع وجود العصب هذا تعطينا انه التهاب هل بتو كيف التهاب العصب البصري بس لنفترض احنا فحسنا العصب شوفنا طبيعي والأعراض موجودة ننجبر نعمل صورة الدماغ اللي حتشوفها السعيات إذا بيّنت مشان نفرق ما بين عربية كيف التهاب العصب مرض جديد هنحكيه بعد شوي من أسباب التهاب العصب اللي هو التصلب اللوحي نعم التصلب اللوحي هذا بدون صورة الدماغ ما منحط التشخيص تمام خلينا إذن نتقل إذن حكينا الألم حكينا الألم وحكينا صورة الفحص بعدين عمل ألوان عندهم مثلا زي ما شوفنا في صورة الصيامة ما طلعتش هنا أنه بصير الألوان باهتة عنده ومرات حتى في بعض الألوان الأحمر ما يشوفه عمل ألوان مميز لالتهاب العصب ربتك يا فهنا مش ظاهرة عمل ألوان مميز للعصب البصري التهابه وبعدين فيه إشي اسمه الساحة البصرية هذه بالفحوصات لما نحكي عنها ساحة البصرية يعني بتشوف مثلا النقطة سودة نعم ممكن نشوفه في وسط الرؤية ولا في حاسس يتحرك نعم بنتقل معك دكتور يعني نقطة مهمة نقطة العلاج كيف يتم علاج التهاب العصب البصري لأنه الوقت يعني ضيق العلاج العصب البصري هو في الحقيقة طبعا ما حكيناش الأسباب شوية طب نتكلم عن الأسباب 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 أول شيء التهاب فيروسي يعني مثلا الولاد بجوجه تقول لك أمه أنه صار عنده حصبة صار عنده أبو كعب هذا هذه التهابات فيروسية كلها بعد أسبوع شبعين ما يطيب يصير يغبش نظره معناها التهاب العصبي إذن التهابات الفيروسية وكليةها وقلنا دائما التصلب اللوحي هذا برض عصبي يصيب الدماغ دائما مرفق مع التهاب العصبي العصبي البصري بعدين فيه أمور أخرى الصحيحة المفاصل الالتهاب المناعي الفيروسات التهاب مناعي وعرفت كيف وتصلوا باللوحي اللي من أحكيها أعرف كيف هذا كلهم من الأسباب الصحيحة تمام هذه أكثر الأسباب شيوعا نقول اللي بتوصلكم عادة للعيادة ننتقل الآن الفحوصات اللي بنعملها اللي هي صورة الدماغ أساسية أحيانا معظم الأحيان الساحة البصرية مشان نشوف فعلا فيه نقاط سود عرفت كيف العمل ألوان فيه صحيح عندنا دفتر خاص بالألوان مثلا مشان يفرق لون الأحمر أزرق أخضر شاهدوا الشيء هذي إذا خربط فيهم هذي تحطين التشخيص لأن زي ما حكيت مش دائما عصر البصري بالفحص المجهر إلى الطيب يشوفه لأنه يكون خلف العين تمام مشان الوقت زي ما حكيت أننا بدأ ننتقل على العلاج علاجه أهم شيء فيه هو الكورتزون وبس ما في شيء تاني بس يجب أن يرفعون المواطن الصي competition بالنسبة على الكورتزون يجب أن ت объ mornings الكورتزون يocks Ы Stu الكورتزون يطلب منHigh وإذرا ضروريا إحنا نعمل فاحص ضغط DOT وفاحص إذا أن علاجه للظغط لأن نعطي unglaub كورتزون تاما إذا عنده شكر يجب أن نعطيه الأنسوليين ンドين نزل الشكر لأن نعطيه الكورتزون أول هناك تكلمت عن الكورتزون نحس أي حد يسمع كلمة كرتزون بيبدأ يخاف من هذا الموضوع شوي ولكن عمر هو موضعي بيكون عشان نوضح الصورة بس لا هو صحيح هون احنا منخاف من خطر الالتهاب لأنه الخطر انت بداية كنت ممكن يفقد بصره لا لا احنا لازم نعطيه الصحيح قوة ثلاث أيام أبر بالوريد حتى مشان ننقله ثلاث أيام بالوريد بعدها منطلع له الحبوب قطرة هون ما بتفيد قطرة ما بتفيد برغم نطلع الحبوب لحوالي اسبوعين نعطيه حبوب والمواطن لازم يعرف أن الحبوب لما نعطيها يعني فيها نظام دقيق يعني بده يبدأ بالحبوب والطبيب بيحكي له عم تيب ننزلها بالتدريج يعني ما بصير احنا بتجد حالات أنه والله خلص الحبوب بيقطعها فجأة هذه خطيرة جدا أنه يقطع الحبوب الكورتزون مفاجئ نعم إذن يعني ارتهاب العصب البصري ممكن أن يؤدي إلى العمى وهو موضوع خطير ويجب الاهتمام بالعلاج وعدم التساهل فيه ومئة بالمئة عندك يا فبعلا لأنه بأدل إذا ما تعالج في وقته بشكل جيد بأدل تلف العصب البصري تماما نعطيك ألف حافظة دكتور خلفوشان ستشاري طب وجراحة العيون شكرا جزيلا لك دكتور على قناة شكرا لكم شكرا للقناة شكرا جزيلا لك دكتور